أعلن رئيس نادي نوندلا البرتغالي نهاية أزمة اللعبات الدولية الجزائرين في الخاسف وذلك في الجمعية العامة العمومية للفريق وذلك حسب ما نقلته صحيفة أبولا البرتغالية وكان خاسف قد عقب من طرف الاتحاد الدولي فيفا بلقاف لأربعة أشهر كاملة بداية من شهر أبريل الماضي قبل أن يتم حل الخلاف بين نادي توندلا والنصرية في ساعتها الماضية لينطلق ابن مدينة البوليدا في التدريبات الجمعية بصفة رسمية مع ناديه توندلا ناشط في السوبرليغة البرتغالية